انتخب الشباب في كهس الأمام الأفريقية هذا كان مخيب جداً للأمال هذا محبط لكل جمعة الجماهير المصرية حاجة تحزن طبعاً طبعاً أكيد إحنا عندنا من الحزن ما يكفي أكيد مسؤول الكرة في مصر عندهم من الحزن ما يكفي وأكيد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب عنده من الحزن أكثر كثيراً من المفترض يعني شرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب الكابتن إهاب جلال مدارب حراس مرمى منتخبنا للشباب يا كابتن إهاب مشرف ومنور الله خليك كريم أنا ممسوط أن أكون معاك أخبر حضركي كله كويس والله الحمد لله إحنا كان فيه بيننا مداخلة بس هنكرر فيها بعض الأسئلة اللي شغلت الناس بعد الخسارة الكبيرة السؤال الأول السهل إحنا ليه ظهرنا بالشكل ده بس يا كريم أنا هقول بس أنا بتأسف طبعاً للشعب المصري والمصر كلها طبعاً على خيبة الأمل اللي حصلت ما كانش متوقع للأمانة ما كانش متوقع إحنا عملنا البطولة العربية هيل جداً بنفس اللعيبة تقريباً كان فيه الولاد كلها كان قلبها على قلب بعض كان مركزين جداً 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 كان كل الأجواء مهيئة أن أنت تعمل بطولة كويسة وده اللي حصل فعلاً لولا ضربات الجزاء مع المتخب السعودي الهائل جداً طبعاً كنا ممكن ناخد البطولة يعني جينا بطولة أفريقيا طبعاً فيه فرق بين البطولة العربية والبطولة الأفريقية طبعاً بين حيث القوة من حيث القوة البدنية بتاعت اللعيبة الأفارقة طبعاً لعيبة على مستوى عالي جداً أعتقد يعني أنا اللي شايفه أو اللي أنا حسيته أن اللعيبة دخلت في الأجواء متأخرة يعني دخلت في الأجواء متأخرة وإنتا ما بتدخل متأخر بتبعت كتير فطبعاً ماتش موزنبيكة احنا بدأنا به كان في المتناول جدا يعني كنا عاملين حسابنا نحن نكسب موزنبيق تتعادل مع ناجير تتعادل مع السنغال انت وصلت وكان الهدف الاولاني انك توصل الهدف الاولاني خالص انك تروح كاسعالة وتلعب على البطولة دي جت او ما جتش ده كان بعد كده ممكن نحسب لها يعني انما اللي انا شفته من جميع عضاء الجهاز الفني بالاداري بالطبي بكل حاجة بأعضاء مجلس دارة الاتحاد برئيس الاتحاد كل الناس بصراحة كانت مركزة جدا وكانت يعني بكل ما يملكه بيساعده يعني لو انا شوف مثلا جهاز الطبي المدلج بتاعنا احمد ممدوح كان يدلج اللعيب الغدس 11 بالليل واللي عايز حاجة ويعد عليهم في القوض الكابتن ناصر هريدي بتاع التأهيل كان من الساعة 9 الصبح مع اللعيب المصاب او عشان يجهزوا للمباراة اللي هو عبدالجليل المدير الاداري او رئيس مدير مدير الفريق راجل اللي هو كبير كان يروح ويجي عشان يسهل كل المأموريات للعيبة وللجهاز وللنزل كلها حتى الجهاز الفني كان مركز جدا في التدريب وفي القتيل وفي كل حاجة يعني لك انت تتخالي ان كل المنظومة كل المنظومة مركزة والعامل الوحيد اللي هو يقدر ينزلك الملعب ويجيب لك النتيجة اعتقد فيه كتير جدا من اللعيبة كانتش مركزة وده احنا سهلنا دي لكل حاجة للعيبة القتيل المكان الملاعب عضاء مركز دارة كان أستاذ جمال علامة على طول معانا اللي هو مشهور كان معانا المشكلة كانت في اللعيبة؟ لا المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر انا همش معك واحدة واحدة اندهارت انا عايز بصراحة يعني نقول للسادة المشاهدين والجمعين المصرية انا بكلم مع الجمعين المصرية الوقت حاجات واضحة بقى انه كان المشكلة في اللعيبة مثلا خلاص انا خدت هنا ايجابة مش هرجع لها تاني هل المشكلة كانت في اللعبين؟ المشكلة مش في كل اللعبين فيه لعيبة كانت مركزة جدا وفيه لعيبة كانت مش عايز اقول ان هي ما كانتش على قدر الحدث؟ على قدر الحدث بربع لي يعني القدر الحدث الحدث رهيب جدا وانا كنت بقعد مع اللعيبة اقول لهم يا جماعة أمم إفرقيا دي للشباب زي أمم إفريكا للكبار يعني أنا كنت بشوف ناس كتير جدا في أوروبا بيتفرغوا على المباراة في الإيرو سبورت بتاعة أوروبا كلها وكانوا بتفرغوا بالمزيع بتاع البلد فأيا جماعة لازم أنت تحس بالحدث الحدث كبير وضخم جدا لازم تحس به أنا شفت اللعيبة فيه لعيبة كانت مركزة جدا بس للأسف أولاد صغيرين ما كانوش على قدر المسئولية بالحدث نفسه الاختيارات كانت غلط؟ الاختيارات هم هم اللعيبة اللي كانت معنا من الأول خالص يعني اللعبة دي معنا من سنتين كانوا بتغيروا بيروحوا ييجوا تمام جدا إنما ما فيش مشكلة إنما طب ليه هم كانوا في البطولة العربية كويسين وليه في أمم إفريكا مش كويسين ليه فقدوا التركيز في البطولة إفريكا وكان فين دور الجهاز الفني بقى في الوقت والله إحنا بقول لحضرك يا كريم إحنا كجهاز فني وكنا مع اللعيبة على طوب مركزين جدا معهم يا جماعة الحدث كبير الحدث مهم كل الجهات المعنية في البلد مهتمة جدا سات الوزير أشف صبحي كان على طول معانا يعني حاجات أنت عمرك ما شفتها في حياتك أنت بتشوفها دلوقتي كلعيب الحاجات دي هتفر معك جدا المشكلة كلها أنا متصور يعني إن اللعيبة كانت في البطولة البطولة العربية كان لسه ما عملوش عقود مع أندياتهم فكتير جدا من اللعيبة أنا شفتها أما رجعوا من البطولة العربية عملوا بطولة هيلة جدا عملوا عقود مع عندياتهم الأهلي والزمالك وإنبي والإسماعيلي وبتدوا يلعبوا مع فرقهم الكبيرة عملوا اللي كان بياخد 300 جنيه تقريبا يعني في الفرقة بتاعته بقى ياخد مليون أنا شايف أني لو ما كنت مش مركز في الحتة دي أو ما عندكش التربية في البيت أو أنك أنت راجل سوي أنت حتروح منك الموضوع منك هيروح فأنا عاشي كنت اللعيم والموضوع راح تقريبا من يعني مش عايزة أقول برضو الأغلبية العزمة الأغلبية راح منهم الموضوع ده ليه؟ لأن الوضع كان كانت المسافة صغيرة جدا الوقت كان صغير جدا من البطولة العربية للبطولة إفروكيا كان ابتدوا يرجعوا الأندية بتاعتهم وعملوا عقود معاهم لأن كان فيه منهم كتير جدا من اللعيبة هتنتهي عقودهم طيب فالنادي كان نازم يأمل معاهم الجهاز الفني بقى لما خد اللعيبة دي ما حسش بالتغير ده قبل ما نخش البطولة يعني ما حسش بالتغير في الشخصية في التمرينات في التدريب ما حسش بالتغير ده هو مش مش محسناش بس إحنا كنا على طول معاهم يعني التغيير أصلا إنت مش هتخش جوه نفس العيب بتفهم من بتفهم طبعا بتفهم من التدريب نفسها والله اللعيبة كانت مركزة جدا في التدريب يعني لغاية أما أما تأيدوا الـ 26 لعيب في القايمة ابتدوا أنا شفت يعني أنا شفت من نفسي أنا شفت بدام هو تأيد في القايمة مش هقدر يخرج خلاص أنا خلاص ضمنت مكان وضمنت نفسي فطبعا كانت المشكلة كلها يا كريم إنك أنت اللعيب لازم يكون هو من جواه عاوز يعني أنت أنت بترعى في طولة أفريقيا مؤهلة لكاس عالم طبعا أنت إيه أنا كدوري كمدرب أنا أديتك التهيئة وديتك كل حاجة إنت كلعيب إنت مش عايز تروح كاس عالم إنت مش عايز يبقى لك مستقبل كبير يعني أنت المباراة الأولانية يا كريم أكتر من 25 ايجنت وكيل لعيبين من أوروبا من أوروبا أكتر من 25 عاديين في المقصولة بتفارغوا على المباراة طبعا أنت فين من الموضوع المدرب مدير الفني من المتخب الأول فيتوريا والأعضاء أعضاء الجهاز الفني بتاعه كله بتفرق ميكيلي بالجهاز بتاعه كله بتفرق طبعا أنت عايز يقتر من كال الوزير أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي كان بيتفرق أعضاء مجلس الدارة ورئيس الاتحاد كان بيتفرق أنت أنت كلعيب أنا أنا كمدرب أنا مما شفت الأجواء وشفت المصورين والكاميرات أنا والله كنت عاوز ألعب لأن أنا واخد على الموضوع أنت كلعيب أنت عاوز إيه الناس كتيرين ما تعرفش كابتن النابل أنت راجل من المدربين المصورين القلائل جدا اللي واخد رخصة برو لأعلى رخص التدريب وراجل اللي اشتغلت في ألمانيا والكامير أنا هقول لحضراتك دوت أنت أكيد تبقى فاهمه كويس أنت كمدرب لو مقنع لللاعب بتاعك برفع عليك فهو هيديك كتير جدا صحيح صحيح بصراح وتعالي نقول النهاردة كلام صريح تعالي الأول أنا وأكيد أنت اشتغلت مع فالتأكيد بتحترمه جدا وأنا كمان بحترمه جدا ومن أكثر المدافعين عنه كابتن محمود جابر بس هل فكرة الإقناع دي ما كانش عند اللاعبين بالنسبة للكابتن محمود جابر بالعكس أنا كنت شاف في إقماع كبير طب يعني إحنا ليه بنقول الموضوع ده دلوقتي يعني هم معانا بقالوا سنتين اللعيب اقتنع بالكابتن محمود في الأول خلينا نقول بقى البطولة العربية دي راكت ديتني مفتاح عظيم جدا إن أنا اللعيبة دي قدت في البطولة العربية بشكل عظيم جدا طبعا بشغل الجهاز فني ما نهدرش حقه ولكن يشتغلوا عشان كان عندهم طموح إنهم يمضوا عود مع انديتهم وكان عندهم حماس هذا وأصبح اللاعب بقى محترف تقريبا يعني هنا أصبح الشغل معاه مختلف فالشغل ده محتاج إقناع كبير جدا من المدرب للعب والعكس واضح إنه ده مكادش موجود بص يا كريم أنا هذا أو الحاج أنا أنا شايف إن الجهاز الفني كويس أنا من وجهة نظر إنه دول زمايدي زمايدي إنما أنت كلاعب أنت مقتنع باللعب أو بالمدرب بتاعك أو مش مقتنع أنا مش هقدر أخش جواك أنا ممكن تقولي آه كابتن أنا بحتربك وبحبك وهو من وراء حاجة تانية أنا ما ليش دعوب اللي برا الحالة اللي كانت موجودة في أرض الملعب أنا برا حاول أتكلم بصوت الجماهيل لا تمام أنا مقتنع جدا من كلام أنا لما كلاعب أنا شايفه في أرض الملعب لا مهتم ولا عنده جداية صحيح ولا متصور إن كابتن محمود اللي كان وقف على الخطه طول الوقت دوت كان مقنع حتى في زيوء أو كلامه لللاعبين واللعيبة ما بتنفس تعليمات وفيه أخطاء سازجة جدا هنا أوصل أو أفسر إنه اللعيبة ديت مش مقتنع يعني إنجاز الفني ده بيقول حاجات ومش تقول حاجات واللعيبة ما ممكن صح؟ ممكن صح كلام حالك مظبوط جدا بس أنا مقدرش أجزم بحاجة زي كده يعني أنا مقدرش أجزم إن الموضوع ده فعلا طالع نابع من اللعيبة يعني اللي أنا شايفه الراجل بتكلم معهم بيحترموه وبيحترموا الجهاز كله ما فيش أي مشكلة ده اللي أنا شايفه إنما تنزل بقى أرض الملعب هي دي المشكلة يعني هي دي المشكلتك لإنك بتبعب بعيد عن الجهاز الفني يعني في غلب في أغلبية المباريات يا كريم كنت بتكلم مع الجهاز الفني اللعيبة اللي ما بتلعب في الوسط الملعب بتاعنا وريب لينا ونقولهم على حاجة بيعملوها كويس جدا لما بيروحوا للنص التاني بعيد عننا كل واحد في موال تاني خالص وبيعمل اللي هو عايز يعمله وده مفروض ما يحصلش يعني مفروض ما يحصلش وعلى طول كنت أقول لجماعة زمائي للجهاز الفني يا جماعة خلي بالكم لإن اللعيبة دي ما بتروح الناحية التانية بعيد عننا كل واحد بيعمل العلمة زيكم صحيح يعني هويتك انت فين مكانك انت فين شخصيتك دي مهمة جدا ما انت ما تعملش شخصية لعشان المدارد بيكلمك ده ما ينفعش انت من نفسك ومن ضميرك أو من لعبتك أو انت عاوز تبقى فين يعني أنا كنت بتفرج برك كواليس على ما بتتكلم على محمد صلاح شوف المنظر عامل ازاي شوف عضلات محمد صلاح شكله جسمه عامل ازاي هو ده محمد صلاح هو ده اللي عايز يكمل إنما انت فيه لعيب اقول له يا جماعة اشتهل على نفسك خش الجيم خش أنا كنت مع الحراس المرمى بتوعي كنت قال لهم كل يوم تنزل الجيم كل يوم تنزل الجيم شوف المنظر عامل ازاي ما شاء الله حاجة رهيبة جدا وده المنظر ده كانوا بيقوله هنا الناس اللي شغالة يعني مدير المهمات بتاعنا علاء علاء سعيد كان بيقول لي كان محمد صلاح ييجي يحط الشنطة وينزل على الجيم على طول هو ده اللي عايز يبقى رقم واحد في انجلترا ورقم واحد في العالم ورقم واحد في مصر هو ده ده المنظر ده المنظر اللي احنا عايزين نقول للعيب بتاعك اندك انت لازم تشتغل على نفسك أنا فيه لعيبة بقالها سنتين معنا لغات النهار ده مالهمش مفيش عضلة في جسمه محترامي موجودين في المنتخب موجودين ولازم تشتغل على نفسك ما بيشتغلش احنا نعمل ايه وده يمكن انت احسن يعني اللي احنا اخترناهم دول من احسن الناس موجودة في سنهم مش عايزة اوجزم ان دول احسن ناس فيه ناس اكيد برضو كويسين بس احسن الناس دول احسن الناس اللي موجودين في المنتخب الشباب بصراحة كابتن يهاب وانا لا اتحدث هنا ان انت كان دول زمالك او كنت بتشتغل معهم بالفترة المضائية انا بقول راجل مدرب كبير بيتكلم على مستقبل الكرة المصرية لعبين دول يفيدوا الكرة المصرية في المستقبل المفروض يفيدوهم المفروض يفيدوهم بس بالمظر احنا شوفنا ده هيبقى الموضوع صعب شوية الموضوع صعب فيه منهم يعني لعيبة ممكن تكمل يعني فيه منهم لعيبة ممكن تكمل كم واحد من دول كلهم ممكن 3 ا4 لعيبة بكتير بكتير عشان احسن برضو انت عايزت يعني بتقول رقم كبير لا انا شفت الناس المركزة الناس اللي عايزة تبقى حاجة الناس اللي بعد المباراة بقعدت تعاية مش مش تمثيل بعياته بحرقة لانهم كانوا نفسهم يكملوا فيه ناس منهم اكيد لعيبة كويسة اكيد منهم ناس تكمل بس انا قلت لهم قبل كده قلنا لهم كجاز فني يا جماعة لازم تركز عشان انت والراجل فيتوريا جيه واتكلم معهم قال لهم انتو لما هتوصلوا لكاس عالم 26 هيكون عندك 23 سنة 24 سنة يا انت اللي هتلعب معنا انت اللي هتلعب في كاس العالم ده انت فين من نفسك انت انت كلعيب انت بتفكر في ايه يعني بتفكر في ايه انت لازم تركز طول حياتك في الوقت ده انك انت توصل كاس عالم وتلعب على بطولة امم بفرقة انا حاسب احباط انت محبط بس محبط من الجيل اللي كان شغال معاك دوت انا محبط انا فضلت قاعد بعد البطولة في البيت اربعة يام ما بخرجش يعني لاني وعندي صداع رهيب جدا واول مرة اخرج عشان اجي لك والله العظيم لانك انت مش شخصات كويسة جدا مقترم ده شرف كويل لينا والله بجد ليه في حراسة المرمة شفنا مصطفى مخلوف فجأة رغم ان احمد نادر كان متقلق في البطولة العربية ومن احسن الحراس في البطولة ليه فجأة مصطفى مخلوف مش احمد نادر هو مش فجأة مصطفى مخلوف معايا من سنتين هو معاك انا متكلم على حالي ما انا هقول لحالك انا هجيبها لك بس من الاول مصطفى مخلوف انا جايبه من الترسانة وما حاج يش يعرف الكلام دي انا الوحيد اللي جبته كلمني كابتن حسن علي ربنا يدي له الصحة من الشخصات الجميلة جدا من انا بحبها و بحترمها كلمني وقال لي عندي جول كويس قوي روحت اتفرجت عليه لقيته فعلا كويس من اول لما ابتدينا ناخد اللعيب الولد شخصية هيلة جدا محترم جدا أتبوق الكلام جدا وانا برضو محتاج بغل صدمه كلمة كلام انا السبب اللي خليته يروح النادي الاهلي ه رم لأنا ندي الاهلي اه لان ندي الاهلي كان Ibnu عايزينه وفي نادي الترسان 검تل مش عايزينه . انا رغ rit tunnel تبط مع كابتن شاكر عبد الفتاح وعند عبدالفتاح ودي الولد نادي الاهلي وفعلا انا كان الحمدلله بعد ربنا انا اليى ان انا وديي النادي الاهلي حظي ولد كواس جدا بان ساعتها بيتمرن في الدرجة الأولى بيحبوه جدا ولد هايل جدا ما كانش معانا في البطولة العربية ما كانش معانا في البطولة العربية ما كانش معاكل ايه ما عرفش ما اخترناهوش او هو كان مع النادي الالف كس عالم يعني انا مش فاكر بالزبط الوقت ايه يعني ما كانش معانا انما الولد بيتطور بشكل كبير جدا احمد نادر بيتطور بشكل كبير جدا كريم نبيل كان معانا برضو بتطوره وخليفة من نادي بيتولوجيت والأربعة بيتمرنوا في الدرجة أو نادر بيلعب بره والأربعة والثلاثة التنين بيلعبوا في الدرجة الأولى في أنديتهم فلعيبة كويسة جداً إنما نادر السيد لما جالي كان عنده مشكلة في ظهره والدكتور قال لي عنده مشكلة في ظهره طيب المباريات دي محتاجة الواحد يكون في 100% لأنك تتلعب لعيبة أقوية جداً أقوية جداً بدرجة كبيرة فطبعاً نادر وعلى فكرة نادر كان ممكن يلحب ما عنديش أي مشكلة بس طبعاً أنا ممكن يعني أنا على فكرة برضو كريم أنا عندي قناعة كده الثلاثة حراسة اللي معايا أو الأربعة اللي معايا أي حد فيهم يلعب يعني حتى لما جي الكابتل محمود قال لي بنيلعب قلت له كذا قال لي طب نلعب كذا خلاص آه إنت قلت أحمد نادر فقال لك نعب مصطفى نعب مصطفى ما فيش مشكلة فاختيار مصطفى مخلوب ده كان اختيار الكابتل محمود جانب وبرضه أنا لو قلت له لأ يبقى أنت عندك حرس يقال فيه خلل صح بالظبط كده بس أنت كان رغبتك أحمد نادر عشان لعف البطول العربية هو مش رغبتي بالظبط يعني الاتنين كويسين يعني حتى ما جي كلمني قلت له كابتن محمود الاتنين كويسين شوف أنت عاوز إيه وأنا معك تمام بس أنت كنت مايل لمن مش مايل لحد والله حتى في يوم المباراة قبل المباراة بيوم ما كناش برضو نعط مين طب ليه أحمد نادر زائل أو كده هو زائل لأنه كان في اعتقاده أنه هو اللي هو اللي حيلعب بس محدش من الجهاز قال له أنت هتلعب ولا قال لي مصطفى مخلوف أنت هتلعب ولا قال لي أي حد أنك هتلعب ففهمني حضرتك فالمشكلة كلها هو زائل لأنه متوقع هو متوقع أنه هيلعب وجي كلمني قال له يا كابتن أنا عايز ألعب قلت له خلاص نادر الكابتن قال كذا هيلعب خلاص ما فيش مشكلة خالص أنت فاهمني فقال لي لا أنا أنا مستني وقال لي سنتين قلت له طب يعني أنت مستني بقالك سنتين وهو برضو نفس الولد برضو التاني حيقول لك نفس الكلام يعني كلنا في مركب واحد أنت هتلعب أو هو يلعب ما فيش مشكلة هو زائل لأنه هو متصور أنه هو رقم واحد وأنا برضو ما عنديش رقم واحد أنا ما عنديش رقم واحد حتى ما كنت بدرة في الأندية دول المتاز ما كانش عندي رقم واحد فهو زائل الحتة دي بس إنما الولد مؤدب جدا الولد ما تطوالش الولد زائل طبعا وده حقه وعلى فكرة أنا ما زائلتش منه إنه هو زائل بالعكس ده حاجة جميلة جدا إنه هو زعلان دون أن يعمل مشكلة أو يعمل لا ما عملش مشكلة خالص طيب إيه موضوع الفندق اللي قامه واللعبة ما كانتش مبسوط لا أنا هو مبير أحمد نادر أنا سمعت حاجة كده إنما ما حدش اتكلم خارص خارص والله أنا أول أما سمعت الكلام ده ما حدش من لعب قال الفندق وحش بالعكس يعني إحنا عادين في فندق كويس جدا يعني إحنا عادين في فندق هما ليه الكلام ده ما عرفش والله ما حد اتكلم في الفندق طيب لما عرفت أو مش لما عرفت لما شفت إنه أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة يكتمع مع اللاعبين في اجتماع خاص دي حاجة ما موطرتكمش ما زعلتكمش ما دايتكمش لجهاز فني بص يعني أنا في الوهلة الأولى قلت ليه إنما هو قال هو عاوز يحمس اللعيبة يعني هو عاوز لوحده يحمس اللعيبة كرئيس اتحاد يعني كيف يحمسه منتوا عديل المفروض بس هو كان وجهة نظره إنه هو عايز يوعد مع لعبة لوحده خلاص أنت برضو رئيس الاتحاد اتفضل حضرتك ما فيش مشكلة والراجل على فكرة تكلم بكل احترام جدا بالنسبة للجهاز الفني أو اللعيبة يا جماعة اكسبه بتاع وخليك أنت الأساس بس دا حصل في الوقت اللي فيه أحد أعضاء اتحاد الكرة خرج وقال إحنا ملناش علاقة ما نعرفش كابتن محمود جابر والجهاز الفني دا تعين بقاني معايير يعني حصل بعدها على طول يعني في الوقت اللي فيه عضو يعني بيشيل إيده من الجهاز الفني ليه لا هو مش عضو هو مش عضو هو تقريبا الأساس كابتن جمال محمد علي هو بيقول هو مش قصده كده هو أنا اللي أنا فهمته بيقول اللي هو بيقول يعني مش إحنا اللي جبنا كابتن محمود يعني بس إنما هو يعني اتفاهمت بطريقة تانية هو قال كمان ما عرفش المعايير اللي جي بيها الرجل المعايير الراجل لا هو هو اللي بيقول أنا فهم أنا قصدي أنا فهم أنا ما عرفش هو قال الكلمة دي بس أنا اللي أنا فهمته من الكلام اللي اتقال ان احنا مش احنا اللي جبنا كابتن محمود بس ده اللي انا فهمت بعدها على طول استاذ جبال علامي يجتمع مع اللاعبين دون الجهاز الفني ده معناه ان هو بيرفع ايده برضو يقول الجهاز الفني ده مش بتاعنا يعني دي انا معرفش داخل الناس ايه بس يعني الموضوع وهو بعد كده قعد معنا يعني بعد ما قعد مع اللايبة هلقى بلقتون ان انتو زعرين من دا من دايقين من دا مكتش فارق معاكم مش بش بش فارق بالعكس يعني ما انا معرفش هو فكره ايه يعني انا معرفش برضو كل واحد فكره ايه انما احنا مداربين رجل رئيس الاتحاد هو يقدر اتصرف او يقدر يقول اللي هو عايزه المدير الفني عاوز يتكلم معاه يتكلم معاه دي حاجة بتاعته هو بس كم واحد من الجيل الحالي ينفع يحترف في اوروبا من اللاعب عندنا يعني فيه كذا واحد فيه احمد شريف ينفع يلعب في اوروبا فيه احمد نادر حواش محمد حمدي يقدر يلعب في اوروبا رقفة خليل لعبها الملتزمة جدا يقدروا يلعب في اوروبا هم دول اللي يلعبوا منتخب مصر برضو ويلعبوا منتخب مصر هم تقريبا دول احمد شريف احمد نادر حواش محمد حمدي رقفة خليل مصطفى مخلوف طبعا نادر بلعب برا دولا اختر لعيبة ممكن نشوفهم في المستوي اه او فيه احمد رضا السردباك واحد تاني جودا والله العدد ده كان المفروض يكسمنك المفروض ما انا بقول لحددك بس هو فيه احمد نادر واحمد شريف كانوا مصابين ويوسف حسن برضو كان مصاب موطنيش بقى اللي هو المهاجم اللي هو مظهر مظهر اه موطيش اسمه مظهر كده كده بلعب برا حتى صراح باشا صراح باشا علعب كبير اه بس صراح باشا علعب كبير بس انا ما اتكلمش عليهم لانه هم دول كده كده بلعبوا برا يعني اه مظهر بلعب في اليونان مظهر ده كل المردود اللي انت كدتوا مستنينه اه مش بالزبط لا لا يعني اه يعني يعني زي بتقال عليه ان هو هدف بطولة الاوروبية بطولة اوروبا مفروض كان يبقى اعلى من كده شوي يعني انما هو العيب كويس يعني هو العيب كويس انما المردود بالنسبة لي او بالنسبة للعيبة كلها مش هو اللي كان مطلوب مننا هل كان فيه محترفين ممكن يكون اكتر من كده يعني دورتوا على العيبة تانية موجودة في اوروبا فالعيبة اللي هي يعني انت عارف مزدوجة الجنسية اللي كان فيه فيه اه طبعا كان فيه كان فيه مصطفى قشرف المفروض ييجي صار بس هاي المشكلة كلها انا اتكلمت مع المدير الرياضي بتاعه مونشن جلاد بخل لان انا بتكلم الماني فاتكلمت معي هاي فهو قال ان انا ممكن مصطفى قشرف ييجي بس تتعهد ان هو يلعب اساسي طبعا ما الموضوع انا نفسي ما عجبنيش الالمان شوية الاجو العالي اروغانتي انا بس فطبعا مصطفى قشرف انا عارفه كويس ولعب كويس جدا وبيلعف مونشن جلاد بخل وكابتن منتخب المانيا الولد الرجل المدير الرياضي يتكلم معي وقال لي انا عايز هو اللي يلعب عايز هو يلعب اساسي طبعا قلت له احنا عندنا مباراتين وديتين يجي عشان يخش مع اللعيبة ينساجم معها وده طبعا من خلال كابتن محمود يعني ان هو يجي يخش وينساجم مع اللعيبة لان هو جنة معسكر واحد بس قال ولد كويس وكل حاجة ومحترم جدا ولعب كويس جدا فطبعا المدير الرياضي قال لي كده وبعد كده قال لي لو مش هيلعب يرجع قلت له دي انا مقداش اجزم لك انها تحصل صح لو هو كويس هيلعب ما فيش اي مشكلة خالص يعني قال لي طب في حاجة تانية عايز اقولها لك قلت له تفضل قال لي يلعب الثلاث مبارات الاولانيين ويرجع لنا المانيا يلعب مباراة معنا ويرجع لكم تاني طبعا مش تمام يعني يعني الكلام بالنسبة لي انا مع ان انا عايش كنت عايش في المانيا الكلام عجبنيش يعني طيب بخلاف ده هل بحسنا عن لعبين اكتر في اوروبا؟ هل كان فيه مثلا ما يمنع ان احنا نجيب لعبين اكتر اصلا انا برضو لما تبص على متخبات اللي بتلعب معنا في البطولة دي هتلاقي لعبة كتير برضو بنسبة ما يعني في كل منتخب من اوروبا موجودة في اوروبا هل احنا بحسنا ودورنا اكتر؟ كان فيه رامز معنا رامز ده مزدوك جنسية مغربي مصري كان كواس جدا بس للأسف جينا ناخده قبل البطولة اتصاب يعني كان مصاب مع فرقة في انجلترا وبالعب في انجلترا فاتصاب اصابه في الشازية تقريبا كده في الرجله فطبعا خسارة لينا كان المفروض كان يجي معنا لعب كواس جدا في نص الملعب وهو كان معنا في معسكات قبل كده هو مصطفى اشرف صلاح باشا بلال فطبعا هما دول اللي كانوا اعتقل دول اللي كانوا احمد نادر طبعا بالعب برا فدول هما اللي كانوا في المتناول بتاعنا يعني ده اللي كنا بنجيبه هل انت على تواصل مع كابتن محمود جابر بعد هذا الاخفاق؟ اه لا لا طبعا بنتكلم في الحالة ايه كابتن محمود؟ لا هو زعلان جدا طبعا هو زعلان جدا لان الوضع ما كانش والله يا كريم احنا ما كناش متصورين ان الوضع يبقى بالاحباط ده يعني بالهزايم دي او بالشكل الوحش ده اللي احنا ظهرنا به اللي احنا ما كناش متوقعينه يعني بصراحة احنا كالجهاز احنا حتى اللاعبه نفسها ما كناش متوقعه كده بس للأسف زي ما قلت لك في اول الكلام ان اللاعبة دخلت في البطولة متأخر يعني عندما كنا في البطولة العربية اول مباراة لعبنا مع تقريبا عمان كسبناها واحد سفر اه برضو كان الموضوع كان برضو بالراحة شوية دخلنا الصومال كسبنا اتنين ابتدت الموضوع بقى يعلم عاك هنا في افريقيا مفروض بتخش من الاول قوي جدا يعني افريقيا غير البطولة العربية بطولة العربية لازم تخش بتخش واحدة واحدة اوكي تمام ما فيش مشكلة انما البطولة الافريقية لازم تخش من اول قوي جدا وده اللي احنا قلنا للعيبة اللعيبة ما تضيعش منك موتش موزنبيق ما تضيعش منك كذا 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 انت لو كنا كسبنا موتش موزنبيق للأسف لو كنا كسبناه كنا عدينا بشكل كويس جدا ما كايش هيبقى الوضع بالشكل الوحش ده صحيح كنت على ألا هتعرف تأخذ نقطة كمان بالظبط كنت لا وما كنتش هتخسر بالمنظر ده فقدوها الأمل طبعا كان فيه طبعا كان الموضوع كان العامل النفس هيعلم معك مع اللعيبة لان العامل النفسي مع المصري بيظهر في الوقت ده يعني وللأسف وللأسف برضو نحن تقول الوقت متعشمين في الأمور المعنوية والنفسية أكتر من الفنية متعشمين في الحكيم هي بس الكبار بيقدروا يتحكموا فيها شواء دول ولاد صغيرين ديسة بهما تتكلم معهم برضو الموضوع احنا كان بيقلمنا جدا ما قولها كريم ان العامل البيت برضو دي أساس البيت البيت طبعا أنا بقناشد يعني جميع الأبهات والأمهات انهم يخلي بالهم من الولاد في السن ده يتربوا كويس يسمعوا كلام ويسمعوا كلام المدرب ويسمع كلام المدرس ويسمع كلام البيت ويسمع كلام الجار ده مهم جدا 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 بتصبع في حلوك بتتكلم على مين؟ ليه بعدها عشرين سنة 20 سنة انت بتشوف في أوروبا بقى وبيعملوا طبعا ليه شخصية؟ عشرين سنة ده بيبهدفين عنديتهم في الانديه الأولى يعني اللوقتي يعني أنا ليه بتسامتو حراك بتتكلم ويبتسامة يعني فيها بعض الزعل انه عشرين سنة ومازلنا نتحدث عن تربية أولياء الأمور ويزياء البيت عشرين سنة ده المفهود يبقى محترف بزياء في أوروبا وفي أحد الانديه الكبيرة وبيلعب أساس ويلعب في دولة أبطال أوروبا احنا دستم نتكلم عن عشرين سنة انا هقولك لي بك احنا في مصر هنا بنتأخر في القرارات بمعنى انك انت عشرين سنة زي ما وحدك قلت كده في أوروبا يعني فيه ولد في مطشل أهلي وريا المدريد نزل نزل ثمان دقايق ليه لاتني بدري وجافي في برشلونة واحد عنده 18 واحد عنده 17 سنة الراجل كده يمبابيع عدد 24 سنة دلوقتي وهدف تاريخ البريس سانجرمان بص حضرتك الولد بتاع ريا المدريد لما كان بلعب مع النادي الأهلي نزل الراجل رفع ثمان دقايق وقت ضايع هو نزل في دقيقة ثمانية في دقيقة ثمانية وخمسة وعشرين سنة يعني بعد ما نزل بخمسة وعشرين سنة جاب جون الولد ده موليد كام 2006 أنا بتكلم على أوروبا إحنا متأخرين شوية في إيه يعني مثلا تلاقي جورديولا ماسك حاصل على بطولة أوروبا وعنده 38 سنة مرتين صح كده هنا المدرب عشان تبسك مدير فن ينزل يكون عندك 70 سنة صح وتبقى قرع وبكرشي وبتاع عشان يبقى أنت رجل كده كبير ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش عشان كده أقول لك حديدك أنت ابتسامت ليه وأنا مقدر ليه وعارف الكلام ده لأنك أنت اللعيب عنده عشرين سنة ده خلاص عنده شخصية وحياته خلاص ملك ونفسه احترافي بقى محترف بالضبط كده إحنا لسه أنا بتكلم بقول إيه الأب وروم يتربى إحنا لسه عايزينهم يأخذوا تربية لازمة لأنه إحنا بدئين متأخر إحنا بدئين متأخر اللعيب المدربين في أوروبا 38 سنة مدرب بير ميونيخ عنده كم سنة دلوقتي 39 سنة ماسك بقى له قد إيه بقى له كم سنة ماسك سنتين لا أكثر من خمس سنين لأنه صاب في هوفنهايم قال له صاليبي معرفش يرجع خلوه مدرب في هوفنهايم ماسك 4 سنة في هوفنهايم وماسك لايفسك في طولة أوروبا هو عنده 36 سنة وماسك بير ميونيخ بقى له سنتين إحنا هنا المدرب لازم يمسك عنده 70 سنة و80 سنة عشان يقولك أنا مدرب صح للأسف يا عندك حسن كابتن إيهاب انت شرفت ونورت أنا سعيد إن شاء الله المناسبات اللي جاية تبقى أكيد سعيدا مش زايدا إن شاء الله رب يكون كريم أنا سعيد جدا والله بجدل وأنا مبسوط هناك وقت معك أشكرك يا فن بنورت الدنيا أنا أشكرك شكرا جزيلا ده كان لك أنا مع الكابتن الكبير كابتن إيهاب جلال مدرب حراس مرمى منتخبنا ليه الشباب